عززت السعودية تربعها على صدارة الإنتاج العالمي للمياه المحلّة بعد وصول قدرتها على إنتاج 5.9 ملايين متر مكعب من المياه المحلّات يومياً يتم إنتاجها عبر 32 محطة تحلية موزعة على امتداد ساحلي البحر الأحمر والخليج العربي تضم 63 محطة ضخ و319 خزاناً بسعة 20 مليون و300 ألف متر وذلك تم لله الحمد بإدخال ثمن محطات جديدة في الساحل الغربي والذي يصل إنتاجها إلى 238 ألف متر مكعب في الفترة الذي أصاب العالم فيه بشلل نصفي إلى كامل السعودية كسرت رقمها القياسي الذي حققت خلاله جائزة جينيس للأرقام القياسية في إنتاج المياه المحلّة وبالقياس يتجاوز حجم ضخ محطات تحلية المياه في السعودية حجم كميات الأمطار التي تهطل على حوض نهر النيل البالغة ملياراً و660 مليون طن سنوياً في الحقيقة لدى برنامج التحويل الوطني العديد من مبادرات لتطوير منظمة قطاع المياه في المملكة ومن هم مهام مبادرة تعزيز المصادر من المياه المحلّة في جانب الانتاج والذي يزاد في رفع القدرات الانتاجية لدى المؤسسة وذلك من خلال إنشاء محطات التحلية وخطوط نقل المياه من المدن وكان لها أثر كبير ومساهمة كبيرة فيما تم تحقيق من أنجزات خلال الفترة السابقة زيادة الطاقة الانتاجية للمياه المحلّة في السعودية جاءت نتيجة خطط استراتيجية لتلبية الاحتياج المائي المتنامي في سبيل ضمان استدامة الموارد المائية الذي يعد أحد أهداف رؤية السعودية 2030 من الرياض حسين بمسعد العربية